نيروبي هنروح على كينيا فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي توجه إلى العاصمة الكينية نيروبي علشان يشارك في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية والتابعة للاتحاد الافريقي طيب القمة دي تم استحداثها بدأت سنة 2019 وقت ما كانت مصر بتقود أو هي اللي بتترقص الاتحاد من المقرر أنه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي يلقي كلمته اللي يستعرض فيها خطة مصر في ظل ترقصها الحالي لللجنة التوجهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الافريقية للتنمية كمان فخامة الرئيس السيسي الحقيقة هيلقي الكلمة بصفة الرئيس الحالي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ أمام جلسة البيئة والتغيرات المناخية لاستعراض إباءها الجهود المصرية في مواجهة التأثيرات بتاعت التغيرات المناخية على دول القارة الافريقية ترجمة نانسي قنقر